اشتركوا في القناة التي تحاول استثمار ثورة الذكاء الصناعي لصالحها تبقى تساؤلات قائمة فيما هي تغيير مفاهيم الحرب الحديثة إن صح أن نسميها بذلك وسط الحديث عن تأثيرات كبيرة قد تقود إلى مخاوف عظمى نتيجة ارتباط الحروب بالذكاء الاصطناعي ممكن ما حدث في لبنان في الأوين الأخيرة من تفجير أجهزة البيجر والأجهزة لاسلكية وما يحدث في قطاع غزة من استثمار الاحتلال الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في إبادته في قطاع غزة تفتح تساؤلات كثيرة إلى محية شكل الحرب المقترنة بالذكاء الاصطناعي سنتحول إذن إلى ضيفنا في الاستوديو لنتحدث حول هذا الموضوع لينضم إلينا في استوديوهات شبكة وطن هذا الصباح دكتور مصطفى جرار أستاذ ذكاء الاصطناعي في الجامعة برزيل أهلا بك دكتور صباح الخير أهلا صباح الخير لك جميع المستمعين والمشاهدين يعني تتعاظم التخوفات هي تخوفات مشروعة وجذرية في إطار هذه الثورة تكنولوجية الكبيرة جدا وما نره من تصعيد سواء كان في القدرات الأسلحة المستخدمة في البكاء الاصطناعي المستخدمة والذي بات يشكل أيضا خطرا وثورة أخرى في محية أي حرب قادمة يعني بداية نحن ما نترحم على شهدائنا في لبنان وفي غزة وفي يعني جميع أرجاء الوطن وخارج الوطن صحيح هناك سلاح جديد يتم استخدامه في طريقة بشعة جدا كل الأسلحة بشعة ولكن يعني السادية في الاستخدام هو اللفت للنظر فالتكنولوجيا في حاليا يتم استغلالها بدل ما نستفيد منها بالأغراض الإنسانية يعني الغرب انقلب أنا لا أقول فقط إسرائيل هو سلاح غربي انقلب في على يعني يستخدم بطريقة سادية ضد الشعب البيجر ويعني ما تم تفجيره في لبنان الأسبوع الماضي هو في الحقيقة بحب أشير للنقطة احنا من البداية من أول يوم كنا نقول انه هو ليس اختراق سيفيراني أو ما شابه هو اختراق أمني بمعنى انه تقديراتي لحد الآن طبعا ما فيه أي حدا سرق تصريحات فنية دقيقة ولكن انا اعتقد انها تم زرع متفجرات جوة الجهاز وبالأغلب في جوة البطارية وتم تفجيرها عن بود زي ما كانوا يستخدموا هذا التفجير قديما يعني من عشرات السنوات تم استخدامه اللافت للنظر انه كان تم تفجيره بنفس اللحظة ونفس الطريقة فهو واضح انه حتى الاجهزة يعني المشترك بين الاجهزة ليست الكطع الالكترونية والبطارية دائما فللأسف يعني هذه طبعا بدها حرص ويعني بدها يعني وعي عند المقاومة وعند الشعب كمان انه يعني لا وسائل الاختراك طب لماذا يعني ملت الى ان يكون ممكن الموضح يا زراعة هذه المتفجرات وليس اختراق سيفيراني سؤال جميل الاختراك السبيراني انه انه انا اتحكم بجهازك اوصل لالو اتحكم فيه بدون علمك جهاز البيجر ما في هاي الامكانية اصلا هو بجهاز البيجر بيشبه الراديو يعني احنا لا استطيع انا اوصل مثلا لجهاز الراديو اللي انت تستعمليه بتسمع منه هذا جهاز البيجر كمان نقطة وليش لمنميل انه متفجرات انه حتى لو وصلت له حتى لو وصلت للجهاز لا استطيع ان افجر الجهاز عن بعد مجرد ما اوصل له يعني لو صلت للابتوبك او جوالك لا استطيع ان افجره هذا يعني حكي مش صحيح فيه ناس بقولوا ممكن نعطي كودات معينة ونخلي البطارية تحمى وبالتالي تنفجر لا مش صحيح البطارية مش بهذه الطريقة بتصير لما كان حتى في خلل فني مصنعي في البطاريات وانفجرت في ناس ما كان انفجار بالطريقة اللي شفناها في بيروت فبالتالي او في لبنان فبالتالي هي كانت زراعة متفجرات لانها كانت قوية الى حد ما بس كانت صغيرة هي يعني ادت الى اصابات طفيفة مش اصابات يعني بالغة يعني صح استشهد بعض الناس ولكن بمجملها اصابات طفيفة والتالي حتى كمان لو فتحنا الجهاز الالكترونيا وطلعنا على الكطع الالكتروني اللي فيه من السايل تمييز اذا كانت الكطع الالكترونية هذه يعني متفجرات او لا والمنطقة الوحيدة اللي مرات صعب على الفنيين يعني تمييز البطارية لانه اذا ما بيقدر يفتحها اذا فتحها بتخرب فبالتالي يعني على اغلب هي البطارية يعني هذا تحليلي انا القضية طيب اليوم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي الذي بات احد اوجه هذه الحرب ما شاهدناه في قطع غزة وما سنشهده ايضا في الاوينة يعني الحالية والمستقبلية ايضا تحمل الكثير من المخاطر وفعنيا الدلالات على استخدام الذكاء الاصطناعي كآلة قتل جماعي كما حدث ممكن في لبنان ويحدث في قطع غزة وغيره اليوم سرعة الاختراق استغلال هذا الذكاء فيما يتعلق بدفاعات الجوية التي تفوق كل القدرات العسكرية والامنية كيف من الممكن ان تشكل فعليا او يشكل الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في مجال القتل الجماعي واستخدامه كآلة حرب وفي البداية ايش بيختلف التجسس عن الذكاء الاصطناعي خلينا نوضح للمشاهدين ومجتمعيين هذا النقطة انه في التجسس انه نودي جواسيس او نتصنط على الهاتف او اللي هي ساليبه التجسس القديم هون احنا متأكد انه مثلا اكس من الناس هو اللي بيحكي هو اللي انتقل من هون لهون ففيه نظام فيه الانسان اللي هو موجود في الوسائل التكنولوجية وهون هي مساعدة ولكن الانسان اللي بيقرر واتخذ قرار في الذكاء الاصطناعي الموضوع مختلف الذكاء الاصطناعي هو تنبؤ يعني انا ممكن اقول 90% احتمال انه فيه مقاوم موجود في هذا العمارة او 70% او ممكن اسأل الذكاء الاصطناعي انم اكثر مئة شخص خطرة فهاي كلها تنبؤات التنبؤات يعني تنبؤات بتبقى تنبؤات وليست دقيقة وبالتالي اللي ساوته اسرائيل في الحرب هذه انه ضمن هاي الاحتمالات وهي مش متأكدة كانت تقول اوكي احتمال فيه مقاوم هون في هذا المبنى اكسوا في المبنى اكتوا المية 200-300 واحد عادي فيش مشكلة فاللي صار انه الذكاء الاصطناعي كسلاح كسلاح هو كتقنية ناجحة بس اذا بنستخدمه كسلاح بهذه الطريقة هنا في مشكلة في مشكلة للقاتل والمكتول المكتول انه بيخسر كثير يعني انه يعني بدل ما انه يعني بصير قاتل جماعي طيب القاتل القاتل عنده مشكلة صح اسهله من ما يحط جواسيس ومنظومة منظومة تجسس فبصير يتنبأ ماشي اسهله من هاي الناحية بس في ناحية ثانية برضو الحروب والجيوش في الحروب بغض النظر حتى الاسرائيليين كل ما زاد قتل المدنيين كل ما خسر الجيش وبالتالي الذكاء الاصطناعي المفروض يتم استخدامه بالتقليل من قتل المدنيين بلس بالنسبة بحالة اسرائيل ضمن وجود عقلية سادية عقلية يعني اسطورية والكره الموجود هم عادي وبفضل انه يقتل مية وميتين واحد ولا يجي يتأكد قبل ما يقصر وبالتالي المناقشة اذا بدك الذكاء الاصطناعي كأداة حرب كأداة بالنسبة لي انا هذه أداة فاشرة لانها هي رجعت بدل ما استقرر اسرائيل تستفيد من القتل يعني شفنا النتائج في غزي اصلا يعني العالم كله انقلب على اسرائيل الرواية الاسرائيلية خزرت يعني ليش الرواية الفلسطينية ربحات مش مشطارة الفلسطينيين بكمية القتل والسادية اللي العالم شاف جزء منها وبالتالي هم خزروا كاستخدامه كسلاح ما ربحوا من وجهه انا مجهد نظري طبعا دول المتقدمة قد تستخدم اصطناعي بطريقة اخرى وبالتالي يكون مفيد بس هو بالحقيقة بدي اضيف نقطة السادية الموجودة في العقلية الاسرائيلية هي كمان مشكلة بحد ذاتها يعني بعيدة عن السلاح والحروب وا 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 فيه هناك يعني هم مش فقط جردوا الضحية من انسانيته لا هم لا ينظروا للعالم كلهم ينظروا باستنظر الاستعلاء انا باقصد طبعا الاسرائيليين الصهايني الاستعلائيين احنا بدأنا نبعد عن الدين اليهودي هذا موضوع مختلف يعني ولكن السادية الموجودة عند المجتمع الاسرائيلي والساسي الاسرائيلي حتى يعني حتى اليساريين منهم وفيه عقلية اسطورية يعني ما بسمينا العماليك يعني واكتل يعني اكتل حتى الطفل اكتل الكلب اكتل هذا 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 اجرام يعني ما حصل في التاريخ يعني هولاكو موصل لهذه الدرجات يعني نعم هذا الاجرام الذي يحاول الاحتلال الاسرائيلي فعليا اتباعه في ظل صمت عالمي واضح هذه التقنية التكنولوجية كانت عاملا مساعدا لاحتلال الاسرائيلي في هذا الاجرام الذي يفرض على قطع غزة وفي الضفة وفي ايضا في لبنان وهناك اتساع رقعة ممكن هذا الاجرام الاحتلالي باستهداف الذكاء الاصطناعي واستغلال هذه الثورة التكنولوجية هذا يقضنا الى السؤال دكتور فيما هي توضع المعايير النظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اي تدخلات عسكرية وسوأ كانت امنية او حتى عسكرية على المضمارين وفي الحقيقة الاسلحة الها قوانين والحرب الها قوانين لذلك في حقوق للشعوب والمدنيين فيه اسلوب للحرب تطورت الانسانية لدرجة انها وضعت انظمة للحروب ولكن عندما بتوصل الاسرائيل كل هذا بينتعي يعني مثلا الاسلحة النووية الدول حطت الدول اللي لديها الاسلحة النووية حطت انظمة وقوانين لطريقة استخدام الاسلحة والحد منها كل الاشياء هي تطورت الانسانية بس الحقيقة يعني فيه مشكلة في العالم الغربي بالتعامل مع اسرائيل اللي بيسمح لها وبشجعها وبعطيها كل الامكانيات انها تقتل بهذا الطريقة فهو يتحمل كامل المسئولية معها هلا باعتقادي انا يعني احنا كفلسطينيين ولبنانيين وعالم مكهور ما بنقدر يعني حاليا لازم نستغل هذه الامور دوليا ويعني ونستغلها لروايتنا لانها الرواية بالاخر ما بنقدر نتجهها لا بنقدر نقول زي الاسرائيليين زي ما بقولوا حاليا ان احنا غير مهتمين بالرأي العام العالمي هذا كلام بيخسر على المدى البعيد ولازم نكون واعيين لإله وتصريحاتنا مجتمعيا عن المستوى المجتمعي والسياسي لازم تكون كمان مضبوطة بس باللهاية المجتمع الدولي هذا يعني خلقوا ما بوقف حرب يعني ما بوقف حرب بانا نقول يجب عدم استخدام الضمين قوانين معينة انا بس اللي بدأ اقوله انه فيه شغلتين احنا لازم نكون واعيين لها اول اشي فيه انها اسلحة نستخدمها اسلحة يعني ناعمة وابدنا وعي يعني فيه عناصر لهذه الحرب اول اشي فيه حرب نفسية هل منحكي عنها ثاني اشي لانهم يتقاتل يعني يتقاتل حماس وحزب الله دم اسرائيل دم حرب نفسية فقريح لو عندهم تكتيكات نفسية كلها نفسية يعني برضو احنا نكون لازم والشعوب هي الفاعلة الاساسية بالحرب النفسية كمان فيها اجابها ثاني الناس بقدروا يستخدموها اللي هي السلاح المقاطعة احنا شفنا انه سلاح المقاطعة اثر اثر بمعنى الكلمة انهارة شركات كبرى من وراه طيب وليش لما بيتسمح مثلا خلينا نقول مايكروسوفت انها بتعطي الجيش اسرائيلي تستخدمو اللي هي الحوسب السحابية تبعها اللي كلاو تبعها اللي بسموه ازور ونفس الشي جوجل وامازون لما تتم مقاطعتهم مقاطعتهم ليش الفيسبوك لما بيس بيعطي كل المعلومات للإسرائيليين والواتس اوب والانستجرام وكل منتجات الفيسبوك ميتا وتقييد المحتوى الفلسطيني طب تارى فيه الوطن العربي يعني قاطع شركة ميتا ما هي برضو عن 450 مليون عربي يعني هذا السوق مش بس تجاريا وامنيا ولا للشركة بتضمرها وبالتالي يجب انه نقاطع ونلك البدائل احنا كان صلاح المقاطعة اللي بدي اقوله صلاح فعال واثبت يجب بقوله علبة الكولة اني ما اشربها حتى لو خدتها فري ما بشربها اذا كانت كولة مثلا هاي اثرت وخلت شركات كبرت نهار واللي بقول انها بتأثير ايش هذا بيكون مزاود يعني شفنا في عيننا نعم طب دكتور باقتضاب لو سمحت اليوم لما بنحكي فعليا عن هذا الهجوم الكبير الذي يشنه الاقتلال الاسرائيلي على لبنان وعلى قطع غز استخدم اسلحة امريكية فريدة تقنيات وثورة تكنولوجية كانت رهيبة جدا على المساحة جغرافية محددة اوقع خسائر كبيرة جدا بشارية وايضا ابناء تحتية حجم دمار كبير وماهول اي مستقبل ينتظر فعليا شكل هذه الحروب مقترن بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة وما هي المخاول في هذا الموضوع انا بعتقد يعني التكنولوجيا يعني زيها زي اي شيء يمكن استغلاله يعني سلميا وبطريقة سيئة سلاح الوعي عند المجتمعات هو سلاح مهم جدا بمعنى انه احنا سلاح الوعي في امن المعلومات بقصة انه احنا ما بصير مثلا نستخدم برمجيات خبيثة احنا طبعا يعني او برمجيات خلينا نقول مفتوحة اي شيء بس بقول هاي فري بنزلها وبستخدمها لازم يكون عندنا وعي كامل وعي للاختراق كمان وعي ل المجتمع كله يعني خلينا نقول طلعوا على الاسرائيليين اذا بشوف اي شيء غلط المجتمع فورا كل المنظومة بتتحرك بس المجتمع الفلسطيني واللبناني بتتحركش المنظومة احنا بحاجة لمزيد من الوعي والحدس يكون قوي ضمن انه ايش الاشياء اللي قد تكون فيها ضرر فهالسلاح الوعي هو سلاح مهم جدا طبعا وبدعوا هون كمان زيادة عدد المختصين بأمن المعلومات انه الجامعات كلها لازم كمان تخرج مئات الاف الخريجين اللي تخصصهم امن معلومات لان هذه صارت سلاح مقاوم هذا من ناحية الوعي سلاح الوعي بس انا بدأ اقول سلاح كمان الحرب النفسية الحرب النفسية تارفة بأحد القنوات لما غيرت الموج تبعتها شافوا ردة فعل كبيرة والتالي ضغط المجتمع بانها يكون الحرب النفسية هي اهم لعبة تارف الاسرائيليين بلعب على لعبة شو هو بكرس حزب الله بشو بسموها الحاضنة اذا الحاضنة قوية معناته ما اثرش ولا شي وهو نفس الشي اذا الحاضنة قوية ببتأثرش ولا اشي اذا لازم نوقف اي واحد بينتقد لازم نوقف له يعني لازم نكون فاعلين كمان يعني بدنا نكون وعيين لاي شيء الكذب اللي بيجي من الجانب من الطرف الاسرائيلي برضو لازم نكون وعين له طبعا مش بمبالغة حتى ما ما يكون الاشي يرتد علينا بس بسلاح الوعي مهم للغاية نعم وهي احد اكيد اهم الاضرع اللي يمكن الاعتماد عليها اذا في هذه المرحلة الحساس شكرا جزيلا للك دكتور مصطفى وجدك معنا هذا الصباح